كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالأصالة عن نفسه وعن أضاي مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساه للبابا توضر السيطاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ولأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه تابع بكل الأسى تطورات حادث الحريق داعيا المولى عز وجل أن يمنع المصابين بشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنا وشعبا